في اليوم الرابع للهدنة الإنسانية في غزة لا يزال القطاع يعاني من نقص الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الضرورية كان برنامج الأغذية العالمية قد حذر من أن الأنظمة الغذائية في غزة على وشك الانهيار واستنفاذ وشك للمواد الغذائية في المتاجر فضلا عن إغلاق المخابز أبوابها في أيام من قبل الهدنة لا يزال قطاع غزة هيئن من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم حيث يعاني من نقص الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات رغم وقف إطلاق النار المؤقت بعد دخول الهدنة الإنسانية بين حركة حماس من جانب وإسرائيل من جانب آخر حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام في غزة دخلت غزة مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لكن رغم ذلك انتظر سكان خان يونس في طوابير للحصول على إمدادات الإغاثة المتضفقة عبر معبر رفح البري التي تكاد تكفي ربع احتياجات السكان خان يونس مقتضى فيه حوالي مليون ومئتين ألف بني آدم هذول لو إيش ما تنزل عليهم بيضل عندهم نقص يعني الكمية اللي نزلت بيتساويس يعني ربع أفراد خان يونس كانوا قبل فمبارك لما نجد غزة على خان يونس وجباليا هنا وانتظارا لدورهم في الحصول على الوقود وغاز الطهية استفى ما يقرب من عشرة آلاف مواطن أمام محطة وقود بخزانات فارغة في دير البلح بعد أن نفد منهم الوقود وحتى الحطب فيش حطب خلص فيش أي مقومات الحياة عندنا خالص فيش موجودة واليوم انت شايف الطابور وين واصل واصل أكثر من كيلو يدخلش أربع عربيات بتحكي خمس عربيات بكفوش برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة كان قد حذر من أن الأنظمة الغذائية في غزة على وشك الانهيار واصطنى فاد وشيك للمواد الغذائية في المتاجر فضلا عن إغلاق المخابز أبوابها في أيام مع قبل الهدنة وقبل العدوان الإسرائيلي كانت تدخل قطاع غزة يوميا نحو خمسمائة شاحنة محملة المساعدات واسلعا أخرى لخدمة نحو اثنين وأربع من عشر مليون نسمة ترجمة نانسي قنقر